اشتركوا في القناة مع الناس الطيبين الذين كانوا في عهد الصحابة ثم في عهد التابعين ثم في عهد أتباع التابعين تكونت المدارس الفقهية وظل من هذه المدارس معنا حتى يومنا هذا ثمانية ظلت معنا المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وظل معنا المذهب الإباضي والمذهب الجعفري والمذهب الزيدي ومن مذهب الزاهري مذهب داود الأصبهاني وابن حزم الزاهري لعلنا اليوم مع رجل من الطيبين وهو إمام الإباضية لأنه كان متقدما ونحن نتكلم الآن في مستوى أتباع التابعين إمام الإباضية كان اسمه عبدالله بن إباض التميمي من بني مر بن عبيد بن مقاعس هو عربي عبدالله بن إباض لما بحثنا في الكتب عن متى ولد متى مات وجدنا اضطرابا كبيرا في هذا لكنه كان معاصرا لسيدنا معاوية بن أبي صفيان وعاش إلى أواخر أيام عبد الملك بن مروان وقيل إنه توفي عام 86 هجري ولذلك هو كأنه أقدم المتبعين لكن في الحقيقة أنه كان يعني كأنه كان يئما من التابعين يئما من أتباع التابعين لأنه فيه اضطراب في هذا الكلام الإمام الشماخي قال إنه من التابعين وقال كان عبدالله بن إباض نسبت إليه المذهب الإباضي لكن هو في الحقيقة المذهب الإباضي هو رأي ومذهب جابر بن زيد كان عبدالله بن إباض فقيها وكان من أخص تلاميذ بن عباس وروا الحديث عن أم المؤمنين عائشة وعدد كبير من الصحابة ممن شهد بدرا وهذا اللي بيرجح أنه كان الرجل ده من التابعين المذهب الإباضي نسب إليه يعني ليس يعني بالأصالة وإنما هو كان جابر بن زيد كانوا الأول ما يقولوش إباضي كان يقولوا جماعة المسلمين أهل الدعوة أهل الاستقامة لكن ظهرت كلمة الإباضية في أواخر القرن الثالث الهجري اكتملت صورة المذهب وتم تحرير أقواله وأصبح مذهبا كده معتبرا له كتبه وله يعني ملامح في أواخر أيام أبي عبيدة مسلم ابن أبي كريمة والذي خالف عبد الله بن إباض على إمامة الشياخ المذهب في مدينة البصرة كانت مدينة البصرة مركز التجمع الأساسي لعلماء الإباضية الإباضية يعتقدون أن كل من نطق بكلمة الشهادة فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما علي المسلمين لا يستحلون دماء أحد من أهل القبلة أبدا ولا يستحلون مال أحد إلا بالطريقة التي فرضها الله سبحانه وتعالى في كتابه يرى الإباضية أن القرآن مقدم على غيره من المصادر وأن السنة العملية أيضا مقدمة على سنة الأحاد هذا هو مكون الإباضية تنكر الإباضية إنكارا تاما أنها فرقة من فرق الخوارج كما يشاع ويذاع عنها من خارج المذهب الإباضية الإباضية الآن تنتشر في عمان وتكاد تكون متمركزة هناك ولكن أيضا هناك كثير من الإباضية في الجزائر الحقيقة أن المذهب الإباضي مذهب اعتمد فقهيا في مواطن كثيرة اعتمد فقهيا في مجمع البحث الإسلامية اعتمد فقهيا في الموسوعة التي أصدرها المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية والتي لا تزال تخرج إلى الآن كواحد من المذاب السمانية اعتمد في مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ويحضر فيها مفتي الإباضية من عمان المذهب الإباضي وإن كان أتبعه قلة إلا أنه مذهب معتمد من المذاهب الثمانية المعمول بها والتي أجمع عليها علماء المسلمين في عمان في الأردن وفي مكة في اجتماعتهم لأن هذا المذهب هو مذهب معتمد يأتي باء طيب الخلاف بينهم وبين أهل السنة الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيها أشياء في العقيدة هذه الأشياء التي في العقيدة منها هل نرى ربنا يوم القيامة ولا ما نراش طيب ودي مسألة بتاعة يوم القيامة أهل السنة بيقول سنرى ربنا علشان الحديث بيقول وجوه هل تضامون في رؤية البدري في ليلة التمام قالوا لا يا رسول الله قال ترون ربكم هكذا وربنا يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إذن خلافات في الفهم لا تؤثر في وحدة المسلمين ولا تؤثر في اتفاقهم الإباضية لها كتب كثيرة وعمان الحقيقة يعني ساهمت في إبراز هذه الكتب وأهم مراجع الإباضية الفقهية هو كتاب اسمه المدونة لأبي غانم الخرصاني ينقل عن أئمة الإباضية السنة العملية بطريقة فقهية دون نقل الإسناد في أغلب الأحيان ولذلك تجد اختلافات في بعض المسائل الفقهية بين الإباضية وبين مزاهب أهل السنة بسبب الاختلاف المنهجي وليس بسبب التضاد أو الصراع أو كذا إلى آخره رفض الإباضية رفضا قاطعا الروايات التي تتحدث مثلا عن وجوب اشتراط القراشية في الإمام أو الخليفة أهل السنة يقولون هذا الإباضية تقول أبدا أي مسلم حر كفء عنده تقوى فإنه يتولى هذا لقاء قال تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقوائله لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما ألشي قرشي ولا كذا إن الله عليم الكبير فمن المزايا بتاع الإباضية تقديرهم جدا الحرية الإنسانية أيما تقدير فكان مما تفردوا به في مذهبهم أن قالوا أن العبد لما يكاتب فهو حر من أول المكاتبة فهو حر من أول المكاتبة تشوفا لحرية الإنسان هذه اللفتات العميقة في هذا الفقه تجعلنا نستعملها ونحن نعرض الإسلام في الخارج الإباضية في الحقيقة مذهب يمكن أن نأخذ منه كثيرا كتب الإباضية عندما ذكرناها ورجعناها وجدنا أشياء غريبة جدا وجدنا أنه قد يذكر الحكم عندنا من غير بيان علته أو دليله فنجد الأدلة هذه موجودة في كتب الإباضية إذن مذكرة كتب الإباضية مسألة مفيدة لأنها توسع المدارك لأنها تبين لنا شيء كبير هناك أيضا من كتب شرح الجامعة الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب وهذا في سلاسة أجزاء هناك قموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة للعلامة الجميل ابن خميس السعدي الكتاب ده غريب عجيب يقع في 92 جزء وألفه في القرن الحادي عشر فالحاجة غريبة 92 جزء يعني دلوقتي قموس الشريعة أظن أنه طلع منه أجزاء كثيرة لكنه لم يصل إلى الآن إلى التمام صدر منه بتاع 19 جزء إلى الآن أو أكثر يمكن هناك علماء منهم الشيخ محمد بن يوسف بن الطفايش الجزائري والطفايش دي كلمة بربرية ولكن معناها بلغة البربر يعني أمسك وأقبل أمسك وأقبل طيب كان الطفايش برضو منهم من كان عالما في ضرب كتب المصرية وحقق تفسير قرطبي الشيخ الطفايش بقى اللي هو صاحب الكتاب الفقهي الماتع الكبير شرح النيل وشفاء العليل الذي هو شفاء العليل لضياء الدين الثميني هذا يقع في عشر مجلدات كبيرة وله أيضا في التفسير وكذا إلى آخره المذهب العباضي مذهب معتمد مذهب له كتبه مذهب له مصطلحاته مذهب له طريقة استدلاله لا تخرج في الجملة عن المذاهب الفقهية المعتمدة المذهب العباضي يمكن أن نستفيد منه في عصرنا الحاضر أيما استفادة المذهب العباضي وإن قل عدد أتباعه إلا أنه مذهب من مذاهب الفقه الإسلامي المذهب العباضي لاقى كثيرا من الدراسات الأزهرية في الأزهر الشريف وأخذت رسائل الدكتوراه ورسائل الماجستير في دراسة المذهب العباضي وفي أسس المذهب العباضي وفي أصول المذهب العباضي أصول فقه المذهب العباضي ولذلك فنحن أمام مذهب معتمد حتى ولو قل أتباعه هيذكرنا هذا بمذهب الظاهرية مذهب الظاهرية يعني كأن الأتباعه قليل جدا ولكن نحن في فتوين قد نعتمد على رأي هنا أو هناك للظاهرية يناسب العصر يناسب مصلحة الناس هو أقوى دليلا ولذلك نحتاج إلى كل المذاهب الفقهية حتى ولو قل عدد أتباعها لأن فيها خير كثير إلى لقاء آخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر